سبي الله والمعبر وخينا علينا وجع يكبر ويكبر لا يتوقف ينتظر خبرا أو معلومة تشفي الفؤاد هذا حال أهل المفقودين والمخفيين قسريا في العراق الذين جددوا في اليوم العالمي للمفقودين مطالبهم بالكشف عن مصير من غابوا عن عيونهم ولا يزالون حاضرين بالوجدان والتفكير هذه الكفاية السكن تتبقى أنهم لم يعدهم أي مطلوبية نطلقهم كفاية السكن للجهات ونخطفها فنطالب الحكومة بإجراء حل لأن هذا الشيء يبقى عند الأطفال طلب الثار طلب الأمل طلب المشكلة فهذا الموضوع لا ينحل يبقى فد معضلة أمام أطفالهم يبقى فد كراهية بالمجتمع أخذوهم وأسع جهالهم على قلبيانها وهشكانين وعجزانين ونطالب الحكومة ونطالب كلهم طالبها كل من اللي يقير يريد منه يفزع لنا طيبين ميتين هسا أريدهم بس تعتبردوا قلوبنا على الجانب الموازي يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إنهم يجدون صعوبة باستيعاب أن هناك آلافا من الآباء والأبناء والإخوة المفقودين منذ عام 2014 حيث لا يستحق أحد أن يقضي حياته في ألم الانتظار ذلك في ظل تقاعس الحكومة عن تبيان مصير المفقودين الذين فقد غالبيتهم في مناطق كانت تسيطر عليها الميليشيات والقوات الحكومية وتقول اللجث الدولية للصريب الأحمر إن عدد المغيبين في العراق يصل لنحو مليون شخص وهذه أرقام ضخمة بحسب المنظمات الحقوقية مع غياب الجهد الحكومي لوضع حد لهذا الملف والذي تحول إلى ملف ابتزاز سياسي بامتياز تمارس فيه الحكومات المتعاقبة دورا سلبيا بحماية الفاعلين ليس فقط بعدم ملاحقتهم بل وصل الأمر لعدم إقرار قانون الإخفاء القصري الذي لا يزال في دروج أحزاب العملية السياسية وقادة الميليشيات أولئك الذين وصلوا لسدة البرلمان بينما تتراكم أعداد المفقودين بشكل مفجع في العراق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة